اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على التوالي في وزني اقل من 58 كيلوغرام واكثر من 73 كيلوغرام كما احرز المغرب ثلاث ميدانيات برونزية وكانت من نصيب رينكار سارة جولييت في منافسات التجديف فردي 500 متر وعبد الباصة وصفي في وزني اقل من 53 كيلوغرام في رياضة التكواندو والمنتخب الوطني في سباقي 100 متر 4 مرات تتابع 4 سباحات مختلطة وفيما يلي صبورة ميدانيات في اعقاب اليوم الرابع من المنافسات صبورة الميدانيات تتصدرها المنتخب المصري برسيد 50 ميدانية منها 14 ذهبية 20 فضية و16 نحاسية منتخب جنوب افريقيا في المركز الثاني برسيد 27 ميدانية 12 منها ذهبية 9 فضية و6 نحاسية عما المركز الثالث فهو للجزائر برسيد 30 ميدانية 12 نحاسية فيما حصل الجزائر على الذهب 10 ميدانيات و8 فضية المنتخب المغربي في المركز الرابع ب27 ميدانية 8 ذهبية 9 فضية و10 نحاسية إلى كرة القدم والجمع العام للنهضة البركانية الذي شهدت نحي فوز لقجع عن رئاسة الفريق بعد عشر سنوات من التسيير لقجع ترك منصبه لنائبه الأول حكيم بن عبد الله خلال الجمع العام الذي أقيم مساء أول أمس الأربعة بمدينة بركان فوز لقجع قال بأنه ترك منصبه للطاقات الشابة مشددا أن هذا القرار لم يكن مفاجئا بالنسبة للطاقم المسير للنهضة البركاني والوقت الآن للشباب لمواصلة الإصلاحات حسب تصريحات فوز لقجع الرئيس الجديد للنهضة البركانية والبالغ من العمر 35 سنة حكيم بن عبد الله كان يشغل مهام نائب رئيس الفريق البركاني خلال الولايات الماضية وننتقل الآن إلى أخبار المنافسات القارية أرجاء ريادية استقبل فريق بركيمة برسم إياب الدور التمهيدي لدور أبطال إفريقيا المباراة تجرى بمراكب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء مساء غد السبت بداية من الساعة الثامنة مساء كما سيغيب عن هذا اللقاء كل من محمد أحداد وإلياس أحداد لأنه لا حق لهما في المشاركة فيما ينتظر الرجاء بطاقة خروج مالونغا من الفيفا حتى يتسنى له إشاركه في نزالاته تجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب من هذا الدور انتهت بالتعادل الإيجابي ثلاثة أهداف لمثلهما وهو ما يضاعف خضوض النذي الأخضر لتأهل إلى الدور القادم ودائما مع أخبار أرجاء ريادية حيث حددت إدارة فريق رجاء تاريخ الواحد وثلاثي من غش المقبل موعدا لمباراة سدس عشر نهائي كأس العرش الذي ستجمعه بفريق نهضة الزمامر اللقاء سيقام على أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدور البيضاء انطلاقا من الساعة السابعة مساء ولأعود لأخبار مشاركة الأندية الوطنية في المسابقة القارية يخض فريق اتحاد تانجا ثالثة مبارياته برسم الدور التأهيلي لدورة 32 من كأس محمد السادس للأندية البطلة فارس البغاز في حاجة إلى ثلاث نقاط من أجل التأهل حين يواجه فريق هيرسيد الصومالي مساء غد السبت على الساعة السابعة مساء بملعب العبدي بمدينة الجديدة ذلك أن اتحاد تانجا تفوق في الجولة الماضية على الزوارع العراقي بثلاثة نظيفة وانهزم في أولى المباريات ضد المحرق البحريني بهدف دون مقابل إلى أخبار الانتقالات تعاقد فريق الوداد الرياضي مع الأغندي موشيد لتعزيز خطه الدفاعي بعقدين مدته أربع سنوات في الوقت الذي كانت عدد من الأندية المصرية تنافس الوداد على اللاعب موشيد خاصة فريق الزمالك وفريق بيراميدز الذي يدربه الإطار الفرنسي سباستيان دي سابر والذي يعرف الإمكانيات التي يتوفر عليها اللاعب الأغندي وفي أول لقاء لثنائي رجاوي محسن ياجور وزكريا حدراف ضمن فريق ضمك السعودي مني اللاعبان وفريقهما بهزيمة بهذافين للسفر أمام النصر السعودي الذي سجل حمد الله هدفه الثاني حمد الله يواصل سلسلة تهدفية رفقة فريق النصر السعودي تجدر الإشارة إلى أن شارة العمادة خلال هذه المباراة منحت للعب المغربي زكريا حدراف وننتقل إلى أخبار المواهب المغربية التي تنشط بالدوريات الأوروبية حيث لا يزال اللاعب الشاب محمد إحتران لم يحسم المنتخب الذي سيحمل قمصه الموهبة ذات السابع عشر ربيعا تمت المنادات عليه في القائمة الأولية لوحيد حالي لوزيت موازاتا مع تواجد اسمه في لائحة منتخب شباب هولندا في الوقت الذي تحاول الصحافة الهولندية الضغط عليه لاختيار منتخب الطواحيل مخافة منها من تكرار سيناريو حكيم زياش عائلة اللاعب الشاب فضلت البقاء بعيدا عن الموضوع موضحة أن القرار يهم ابنها إحتران فقط وهو من عليه الاختيار محمد إحتران أصبح واحدا من ركائز فريق أيد هوفن بعد أن قدم أوراق اعتماده رسميا بتسجيله هدفين في مباراتين ليكسب رسميته مع الفريق في انتظار الكشف عن اختياره للقميس الذي سيحمل ألوانه دوليا وبعد حديث عن إمكانية حيلهم عن النادي الملكي إلى باريس سان جرمان مقابل قدوم نايمار حسم زينتين زيدان مدرب فريق ريال مادريد هذه الأخبار مصرحا بأن بأن غاريث بيل لن يرحل عن الميرينغي شأنه شأن الحارس كارلوس نافاس الفرنسي رفض التعليق عن قدوم نايمار مشددا بأن الفتاة المقبلة ستعرف قدوم لاعبين ورحيلة آخرين مبرزا بأن الأهم هو مباراة يوم الغدد بلد الوليد حيث يخذ ريال مادريد ثاني مبارايته في الليقة الإسبانية بعد لقاء افتتاحي بتعمل انتصار الأسبوع الماضي ودائما مع الأخبار الدولية بعد مسيرة طويلة شهدت ألقاب المتعددة قرر المهاجم الإسباني فرناندو طوريس اعتزال اللعب بشكل نهائي طوريس سابق له حمل قميس أتليتكو مادريد تشلسي والليفر بول قبل أن ينهي توهجه بعالم السحر المسادرة بالدوري الصيني وبجظة دماغية توفي المهاجم السابق للمنتخب الغاني أغوغو عن سن يناهز أربعين سنة الجمهور الكراوي تعرف على أغوغو خلال نهائية كأس أمم إفريقيا التي نظمت سنة 2008 بغانا وكان واحدا من المتعلقين مع المنتخب الغاني بتسجيله عددا من الأهداف وساهم في وصول منتخب غانا إلى نصف نهائي البطولة القارية وصلنا مشاهدينا إلى صورة اليوم صورة اليوم مع اللعب الدولي البطولي رونالدو رونالدو أعطى درسا لابنه جينيور من خلال استحابه إلى الحي الذي عاش فيه رونالدو وخلال استجوابه مع قناة تيريئة البطولية قال أنه حينما أخذ ابنه للحي الذي عاش فيه تفاجأ جينيور وسأله هل كان فعلا يعيش هنا الحي متواضع جدا ابنه جينيور صدم من المستوى المكان المتواضع وقال في نفس المقابلة التلفزيونية مع القناة البرتغالية أن لا شيء تم بسهولة وكل شيء تطلب الجد والشهاد وهذا هو الدرس الذي أعطاه النجم العالمي رونالدو لابنه جينيور وصلنا مشاهدينا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج زوم سبور نلتقي في العدد المقبل إلى اللقاء اشتركوا في القناة